شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة بدل أقصى الجهد للحد من أثار الأزمة على المواطنين واستعاب الضغوط التدخمية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين شدد الرئيس السيسي أيضا على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنفسي بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين وأوضح متحدث رئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلات القادمة وجهود تعاون مع مختلف المؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عمليات الأصلاح الاقتصادية وعشر متحدث رئاسة إلى أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصرية وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء تحديات سائدة على الصعيد الدولية التي تفرد تبعاث اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر ترجمة نانسي قنقر